مرحبا بكم سيداتي الساداتي بمدينة الرباط عاصمة المملكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في دربات المباشر من مركب محمد السادس لكورة القدم الذي يحتضن قرأة كاس أمم إفريقيا لأقارب 23 سنة التي يحتضنها المغرب سيف هذا السنة في الفترة من 24 والثامين شهري يوليوز والمؤهلة إلى دورة ألعاب الأولمبية هل حضور إسمين كبيرين ومالذيقوموا بعمالية القرأة عزيز بودربل النجم السابق للمنتخب الوطنيع المغربي و باتريك مبوما النجم الكاميرون السابق ويحمل ألوان المنتخب الكاميروني أزل مستو خمسين مبارا وتوجد باللقاء مع متخب بلاده 2015 and 2019 ايجيبت who have not missed one event since are back in the mix president of CAF باتريس موتسبي president of ROYAL مروكو فتبول فدرations فوزي لقجع vice presidents and football family مرحبا بكم في المغرب we are live on all CAF platforms CAF TV on YouTube CAFonline.com and Twitter Facebook and TikTok who are our partners join the global conversation using hashtag TotalEnergies EFCON Under23 in a few minutes we will deal with the future to appreciate the future we must remind our the last edition of the EFCON Under23 was held in Egypt it is here where the host went on a thrilling epic run that saw them lift the trophy against Cote d'Ivoire this is where heroes are made this is where villains are remembered header comes in there is the goal it is game on and Garno back in the game and slots it in goalkeeper not given a chance there is a chance there is a good opportunity it is in the back of the net chance now a rare opportunity and they have got to go and to Pohoma Quinn it takes out oh hold on it what an extra won't be play let's go it's the penalty box it goes they've got a goal oh my world they've found the back of the net and they are flying high they have been calling for this and they have it it's it and Garno back in the game it is game on and he scores and he scores who all has it in and he scores they are simply unstoppable he's got his silence ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر فريق عريق والآن أصبح له واحد الصدى يعني عالمي ولحمد لله يعني فد السبع الآن للسنوات الأخيرة لويداد يحقق يعني يحقق إنجازات كبيرة ومهمة جداً واليوم كيف قلت يعد أول فريق إفريقي يعني كي تأهل خمسة مرات متتالية للنسك نهائي للشابنسليك وكن أعرف بأن لويداد هو دائماً كان واحد من الأندية المغربية اللي كتدعم المنتقل الوطني المغربي بلاعبين في المستوى العالي وخاصة نحشفنا شاهدنا في كأس العالم الأخير بقطر بما أنه كان هناك أربع لاعبين أو خمس لاعبين اللي ضفنا تماماً ياسين بولو كينداري وكينجبران وعطية الله والتقناوتي بما أنه هو الممتل الوحيد الآن اللي كمتل بالكورة المغربية في المنفسات الإتراقية كنت تمنى إن شاء الله يحب الله يفوز بهذه اللقاء بالمرة الرابعة إن شاء الله الرحمن الرحيم كنت نشوف بين هناك تطور كبير الكورة الوطنية على مستوى نتائج خصوصاً الفرق المغربية فلسد كأس الكونفيدرالية والشامبينز ديق لأول مرة في تاريخ سوبر كوب أو كأس سوبر مغربية خريصاً 100% الآن بنزائج الويدات البيضاوي كيف تشوف من بعد وصول المنتخب الوطنيين النهائي للكأس العالم؟ كيف تشوف هذه الشباب كيف تدعبوا هذه المصابقة خصوصاً أنها قد تمر في المغرب؟ ونذكر بينكم تمر بدي تطريق الدور التالي لكأس العالم 1886 هذه سنين؟ كيف تشوف الويدات وش عندهم؟ أمر أنوير طائق هذا ما فيه شكل لأنه اليوم، طبيعي الحالة للوليدات المتخابة للوطني دينا أقل متى عشر سنة كثيراً للحلم دينام الأول وهو الوصول أو حمل القميس الوطني للكبار والعادف دينام الأسمى أظن اليوم هو طبيعي الحال يكونوا في المستوى عالي ولأنه كيف تذكر باتخيك هذه التظاهرة الرياضية تتعطيل هذه اللاعبين واحد الحماس لأنه الحماس اللاعبين ما كيكون متحمس وكيكون سعيد كيكون المرضودية دياله عالية فهذا ما فيه شك أظن بأنه سيكون هذه اللاعبين متحمسين كثيراً لأنه مباركت في مستوى عالي شكراً لك بزاف سي عزيز بودربانا واني أن الكل ما حققته من إنجازات مرسي بوكو باتخيك مبوما جي توجور اتين تخيف رغم فان دهو كم عزيز بودربانا وزاي بوكو دوني وفوتبول أفريكا مرسي بوكو أفوده نحن نحن إلى الثانية وعندما كلما في المنزل في المنزل هم تتعطي الوطني أرجوكي تتعطي الوطني تماماً مجحوكاً المجحوكاً Welcome to the official draw of the Under-23 Total Energies African Cup of Nations. Like they say here in Morocco, Mahaba. And to our legends, it's a big pleasure for me to be amongst you. Aziz, it's a great pleasure for me. For me, you have made a decision today. Patrick, 23 years ago when you played in the Olympics in Sydney, I could not help but notice that the free kick you scored against Brazil in the quarterfinals, the goal was so fantastic that even the opponents in Brazil were clapping for you in that goal. Couldn't help but see it. It's great then and it's still great today. So it's a pleasure for me to be amongst you. Now, after 12 years, we're happy to be back here in Morocco for the competition, which has a great list of alumni. is the likes of Mohamed Salah, Mohamed Elneny, Victor Oseman, Yiv Busuma, and also Aziz Barada. Many others have come out. And again, we use this opportunity to congratulate Victor Oseman of Nigeria, who helped Napoli just yesterday to win the first title after 33 years. Now, over 30 member associations formally engaged in the qualifier process. After three rounds, seven teams emerged to join the host Morocco for the final tournament, which will be taking place from the 24th of June to the 8th of July. Sixty matches were being played. An amazing 133 goals were scored, making it an average of 2.2 goals per match. Out of the eight teams, Egypt, Ghana, and Mali are the only teams from the previous edition in Egypt in 2019. We have Congo, Guinea, and Niger, who are qualified for the very first time. And we have Gabon, who were the winners of the meeting edition right here in Morocco. Since many years ago, the country has been taken place in Egypt in Egypt. Now, for this competition, the top three teams will qualify all the match to the Olympic Games in Paris in 2024, while the fourth team will be played in Egypt in Egypt before explaining the draw procedures we have to have one last time at the eight teams that will be picked this evening. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. تتبعنا تمنى منتخبات التي ستكون حاضرة في هذه النهائيات وأذكر من المحتلون للمراتبة الثلاثة الأولى تتأهل مباشرة للألعاب الأولمبية باريس 2024 إذن المنتخب الوطن المغربي سيطب وضعه على رأس المجموعة الأولى في الوقت المنتخب الوطن المجموعة الثانية ثانيل موسيقى من التصوير مزيقات في الوقت الموجودة تجنب وحدكم ص THATوام اهلة التختي�ية سيطب وضعه Cyrلة كانت سيچًا فالطوير منا lleva تأ belumد впع corazز Reed مجمع رأس المنطف Jimmy سيجمع المنتخبات الأربعة في المستوى الثالثة النيجر غينيا الكونغو والقابون إذا المنز يكون إلى جانب المنتخب الوطني المغربي إذا المنتخب غانا 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 سيكون حاضر إلى جانب المنتخب الوطني المغربي غانا نكرب أنه كانت أهل هذه الهدائية على حساب المنتخب الجزائري إذا نتواجد في المستوى الثاني للمجموعة الأولى إذا نتأكيد بأن القرى الأخيرة يفعى منتخب مالي الذي كذلك تم وضعه في المستوى الثاني مالي إذا المنتخب مالي يتواجد في المستوى الثاني للمجموعة الثانية إلى جانب المنتخب المصري منتخب مالي الذي كانت أهل على حساب المنتخب السنغالي واحد من المنتخبات القوية لتسريب عن هذه المعيات وبرساني للمعيات التي سأهلت كي نتواجد في المستوى الثاني للمجموعة الثاني لرب بل الشامن بيتون. مكسي عزيز. ماننو ممتازا مستر ماجيك كومون لابل. فاتريك مبوما. هذا الوضع يضم أربع منتخبات يجب غينيا الكونغو والقابون. نوزابون الكونغو. المنتخب الكونغو سيكون في المستوى التاريط بالمجموعة الأولى. المنتخب الكونغو الذي كان تأهلا لهذه النهائيات على حساب منتخب جنوب إفريقيا. إذن سيكون لجانب المنتخب الوطن المغربي ومنتخب غانا. إذن منتخب الغابون سيكون في المستوى التاريط بالمجموعة الثانية. المنتخب الغابون إذن لجانب المنتخب المصري والمنتخب المالي منتخب الغابون الذي كان تأهلا إلى النهائيات في البوبرة الأخيرة لحساب منتخب الكاميرون. المنتخب الغابون منتخب غانا الذي يكمل العقد المجموعة الأولى وبالتالي المنتخب الوطني المغربي إلى جانب غانا الكونغو والمنتخب غينيا هذه المجموعة الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي منتخب غينيا الذي كان تأهلا على حساب فريق ومنتخب قوي هو المنتخب النجيري. منتخب واحد هو منتخب النيجر idag المنتخب النيجر الذي سيكن في المجموعة الثانية إلى جانب المنتخب المصري منتخب مالي والقابون منتخب النيجر كانت أهلا على حساب المنتخب السوداني وبالتالي عدم المجموعتين مجموعتين خويتين المنتخب الوطن المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب غانا، الكونغو وغينيا ثم المجموعة الثانية مصري المالي والقابون والنيجر والمباراة بسبب المنتخب الوطن المغربي ستكون أمام منتخب غينيا في الرابع والعشرين من شهر يونيو وبدأت الساعة التاسعة مساءً هذا هو البرلمج المباريات المباراة الثانية أمام منتخب غانا واللقاء الثالث أمام منتخب الكونغو تمنى أن تكون توفيق للعناصر الوطنية والمنتخب الوطني المغربي لأقل من 24 سنة من أجل الملال فوز باللقب والتأهل إن شاء الله للألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024 من أجل المباراة الثانية ومنحوصا على الجائح من التقاطي جديد من زلك المباراة الثانية ونف 인터�гр والعني لأرجاء الثانية يتعدى أن تكون قائلاً قائلاً لعناصر بالماراة الملك لتقاطي مفرحات على جائح الوطني المغربي ونقاطر الألعاب الأولمبية أجل من التأهل ما تسمى أن تكون تتحدث إلى الألعاب الأولمبية وأنتُمَتِر الوطني المغربي المنتخب الوطن المغرب الذي سبق وأن تأهل سبع مرات للألعاب الأولمبياء. باتريك, just to you, going to group B, just looking at the groups, you have very experienced teams. You have Egypt, Mali, Gabon and Niger. The first team, first matches that will be played is Egypt and Niger has been four years since the last time. And it's a very important age category. So some new teams have evolved and obviously they have a lot of experience. and some more teams. So what is your prediction for this group? My prediction remains in what I said before. Mali, I see Mali, a good contender. Of course, Egypt is, let's say, experienced, even if we know that we renew players in that competition. And then it will be a fight for all four teams. So I wish good luck to all of them. Thank you very much. And my side, we wish to give all the best. And who A will be playing here in Rabat, keep playing in Egypt, and from my side, really can wish all the teams all the best of luck. Whatever the result is, whoever is the champion of this competition. And whoever is going to be representing Afrikaans, all the leaders, keep them all the best. And we'll be here to share on them and support them all the best. And we'll be here to share on them and support them all the best. Bye-bye. 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 شكرا